احتيال تضخيم وتهرب من دفع تكاليف الفواتير هي أهم التجاوزات التي تسجلها مصالح ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر مما جعلها تطرح شكلاً جديداً للفاتورة يحمل كل التفاصيل اللازمة والتي تزيل كل إبهام لدى الزبون فاتورة تكون فاها دبور تدخل تكون بلغتين عربية وفرنسية وهو طلب أمازيغية إن شاء الله هاي في الإنجاز ثانياً في الإستوريك للكونسوماتيون هو الزبون يقول لك أنا حابت نشوف الإستوريك كيف نكونسومه كيف نستهلك في الغاز دونك عنده الإستوريك للكونسوماتيون وعنده منطقة في الفاتورة ونقدر يرسل المشاكل دياله في الموزع ولغرض إزالة اللبس أكثر على أزيد من تسع ملايين زبون من جانب تكاليف الكهرباء والغاز ستكشف الفاتورة الجديدة على كل أسعار الشرائح كما ستحمل إنذاراً في حال عدم دفع تكلفة الفاتورة السابقة هذا الإجراء الجديد من شأنه القضاء على التجاوزات المسجلة لدى مصالح لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر في انتظار تفعيله على أرض الواقع